لم يخلو لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الخميس من لغة التحذير والوعيد وإن تخللته عبارات الود في مؤشر ينذر بتعظم خطر نشوب مواجهة عسكرية قريبة على الحدود الشرقية لأوكرانيا قبل ذلك وخلال الأسابيع الماضية لم تخفف واشنطن ومن ورائها النيتو من لهجتهم ضد موسكو متوعدين إياها بعواقب وخيمة في محاولة لردعها عن مهاجمة أوكرانيا تنفي موسكو أي نية لها في غزو جارتها لكن تطميناتها لا تلقى أذانا صاغية من جانب الغرب الذي يتوجس من حشودها العسكرية على الحدود الشرقية لكييف على الحدود مع دونباس وفي جزيرة القرم تجري روسيا تدريبات عسكرية تقول إنها لاختبار جاهزية جنودها قبل أيام صرح رئيس وكلة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كريليو بودانوف باحتمال اشتعال حرب في نهاية يناير أو بداية فبراير من العام المقبل كييف بدورها تستعد للحرب وتستنجد بالغرب لتقديم الدعم العسكري مقرونا بحزمة عقوبات على موسكو لردعها عن المضي في مخططاتها تقول روسيا إن تحركاتها هي رد على استفزازات النيتو الذي تتهمه بالسعي للتوسع شرقا بين تحض كييف ومن ورائها الدول الغربية روسيا إلى الالتزام باتفاقية مينسك ووقف إطلاق النار في دونباس جزيرة القرم ومنطقة دونباس ومشروع نورد ستريم 2 الغازي ومشكلة المهاجرين على حدود بيلاروسيا كلها عنوين لأزمة تتعظم وتنذر بالانفجار في حال فشلت المساعي الدبلوماسية خصوصا وأن ضجيج الآليات العسكرية يبدو أقوى من حديث الساسة والتهديد بعقوبات اقتصادية في الأزمة الأوكرانية فلمن ستكون الكلمة الفصل؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة